كشفت بياناته للجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصدرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3% هذا وقال للجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء إن قيمة الوردات المصرية من تركيا بلغت 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 وأشر الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%